برعاية السيد معاون رئيس أركان الجيش للعمليات احتفلت مديرية الاتصالات العسكرية بتخرج دورة صنف الاتصالات الاستثنائية لضباط الدورة التأهيلية السادس والثمانين واستمرت الدورة لمدة ثلاثة أشهر تلقى خلالها الضباط المتدربون العديد من الدروس العملية والنظرية التي تخص صنف الاتصالات برعاية السيد معاون عمليات المحترم تشرفت مديرية الصلاة العسكرية بتخرج دورة الأساس التأهيلية السادس والثمانين دورة صمود الأبطال حقيقة الطلاب سمروا من الدرس الصلاة العسكرية دورة لمدة ثلاثة أشهر تلقوا بها الدروس النظرية والعملية على معدات الاتصالات الحديثة والمطورة في الجيش العراقي وشاركت هذه الدورة في تمرين حلف الناتو تمرين الترددات العالية التي اشترك بها الدولة العربية الوحيدة العراق وحاز على التسلسل 13 من بين الدول المشاركة كانت فرصة جيدة لصنف الاتصالات بهذه الكوكبة من الضباط اللي رح ريفدون جيشنا وكتاب الاتصالات الجيش العراقي ويعد صنف الاتصالات العسكرية عصب الجيش وقلبه النابض لما له من دور وأثر كبير في أوقات السلم والحرب تحتفل مديرات الاتصالات العسكرية تخرج دورة الاتصالات الأساسية للدورة 86 حيث تلقى المتدربين في مدرسة الاتصالات العسكرية كافة الدروس النظرية والعملية وتم تدريبهم كذلك على المنظومات الحديثة التي دخلت للجيش العراقي متمنين لهم دوام خدمة جيشنا العراقي الباسل وعراقنا العظيم ومن الله التوفيق المشاركون في الدورة ثمنوا الدورة الكبير لضباط ومنتسبي صنف الاتصالات لما بذلوه من جهود في تطوير مهاراتهم على استخدام الأجهزة والمعدات المختلفة في الوحدات التي سيرفدون بها تحتفل اليوم مدير الاتصالات العسكرية تخرج دورة الاتصالات العسكرية الأساسية دورة صمود الأبطال دورة 86 التأهيلية حيث تلقينا خلال هذه الدورة التي استمر ثلاثة أشهر الدروس العملية والنظرية منها برمجيات الأجهزة ومنظومات الأجهزة الحديثة بالإضافة إلى دروس القيم والمبادلة العسكرية وقواعد واصول الاتصالات والهوائيات تم بعون الله اليوم أكمال دورة صنف الاتصالات العسكرية الأساسية للدورة التأهيلية 86 دورة صمود الأبطال التي قيمت في مدرسة الاتصالات العسكرية استمرت لمدة ثلاثة أشهر كانت مكثفة بالمعلومات لإعلام جارة الدفاع الملازم مصطفى مهاوي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر